يخص اللغة الإنجليزية واللغة العربية بشكل عام اليوم إن شاء الله طبعاً ننتظر بقية الطلبة بقية الحضور أرجو من حضراتكم مشاركة البث مشاركة الرابط إلى بقية الطلبة حتى ينضمون إلى هذه المحاضرة طبعاً راح نشرح المحاضرة ونشرح المادة كاملة وبعدها إن شاء الله راح نسمح لكم الفرصة للسؤال والأي استفسار فأرجو مشاركة الرابط لزملائكم حتى الكل يحضر ويستفاد من هذه المحاضرة أحب أشكركم مرة أخرى على حضوركم وعلى التفاعل وشكراً جزيلاً لطلبة والأخوة اللي يشاركون الرابط نسأل الله أن يوفقنا بطرح هذه المادة وأنه يسر أنه في طرح هذه المادة وفهمها ونقلها لكم بشكل جيد وممتع طيب الآن طبعاً نتوكل على الله ونقول بسم الله نبدأ محاضرتنا اليوم وبعنوان الفرق بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية وتأثير ذلك على ترجمة طيب أخواننا أولاً أولاً يعني بس خلونا نحدد فتشغلة مهمة الآن اللغة الإنجليزية أول نقطة لازم نكتبها وندون ندونها أنه أخوان دائماً اللغة الإنجليزية تستخدم السؤال في اللغة الإنجليزية يستخدم السؤال للطلب للطلب حتى نطلب شيء معين هذه أول ملاحظة نركز عليها دائماً في اللغة الإنجليزية يستخدم السؤال لطلب مؤدب فعادة ما يقال Can I have two kilos of sugar الآن هذا هو السؤال كيف أترجم ذلك إلى اللغة العربية طبعاً راح أترجمها بطريقتين راح أقول أريد كيلوين من السكر أو أعطني كيلوين من السكر طيب لماذا؟ لأن اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية تستخدم تستخدم السؤال لطلب المؤدب أما باللغة العربية فلا يستخدم السؤال لطلب المؤدب وإنما لطلب شيء معين نستخدم يا أما فعل أمر أو جملة خبرية من أقول أريد كيلوين من السكر هذا مطلب هذا جملة خبرية ولكن بمعنى الخبر إذن الملاحظة الأولى أن اللغة الإنجليزية تستخدم السؤال لطلب شيء معين ولكن اللغة العربية تستخدم فعل الأمر أو جملة خبرية لإعطاء معنى واضح أو لإعطاء طلب أو لطلب معين هذا هو الترجمة الصحيحة لهذه الجملة حتى لو قلنا أريد كيلوين من السكر من فضلك راح تترجم إلى اللغة الإنجليزية ب هذه راح تكون ترجمتها بهذا الشكل إلى اللغة الإنجليزية الآن لربما سائل يقول يعني ما أستطيع ما أقدر أقول I want two kilos of sugar please ما يصير أقوله شيء هو طبعا يعني كأصل كأصل ما يصير لا يعني في اللغة الإنجليزية ما يستخدمون I want يستخدمون Would you give me أو can I have أو would you can I have مثلا وإلى آخره من هذه الأمثلة إذن يستخدمون السؤال لطلب شيء معين أما اللغة العربية فلا تستخدم السؤال للطلب شيء معين وذكرنا أريد كيلوين من السكر من فضلك أما باللغة العربية فرح نقول اللغة الإنجليزية رح نترجمها إلى Would you like to give me two kilos of sugar Would you give me two kilos of sugar إذن الملاحظة الأولى أو الفرق الأول بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية أن اللغة العربية تستخدم الفعل الأمر والفعل الجملة الخبرية لطلب معين أما اللغة الإنجليزية فتستخدم السؤال لطلب المعين نلاحظ مثال آخر يقول عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة A bird in hand is worth than two مثلا أو two in pash الآن اللغة الإنجليزية يقول باللغة الإنجليزية العصفور في اليد هو يغني عن اثنين في الشجرة أما في اللغة العربية فمستخدم عشرة طبعا السبب في ذلك لأن اللغة العربية دائما تهميل إلى المبالغة وإلى التفصيل وإلى استخدام الكثير من المفردات فاللغة الإنجليزية الأبسيطة الآن ترجمت جملة A bird in hand is worth two in the in pash هذه بمعناها باللغة العربية عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة تلاحظ الفرق الكبير جدا في هذه الجملتين شوف أنه عصفور في اليد خير من عشرة كيف ترجمناها إلى اللغة الإنجليزية طيب الآن نأخذ ملاحظة أخرى The mouse will cut will eat the cheese هذا المبني للمجهول سوف تأكل الفارة الجبن أما لسوناها مبني للمجهول The cheese will be eaten by the mouse العديد من الطلبة يترجم هذه الجملة إلى أن الجبن سوف يؤكل بواسطة الفارة أنا ملاحظ هذا الشيء العديد من الطلبة يترجمون هذه الجملة إلى أن الجبن سوف يكون مأكولا بواسطة الفارة وهذا الترجمة خطأ تماما ما موجود هي تركيب باللغة العربية أبدا خطأ تماما ما يصير أقول ما يصير أقول باللغة العربية الجبن راح يكون مأكول بواسطة الفارة هذا جملة خاطئة تماما سوزان دائما السوزان دائما دائما ليلة تأتي متأخرة دائما طبعا يعني الاسم مو مشكلة يعني ليلى أو سوزن سوزن is always coming late يعني الان ليلى أو منا مو مشكلة الاسم ما على دور بس احنا اريد ان نقل لكم المعنى طيب أو خلي نقل تأتي منا منا is always coming late و تأتي قالت وهي تشكو أن ليلى متأخرة دائما قالت وهي تشكي سوزن is always coming late سوزن always coming late قالت وهي تشكي انه خلينا نغير هذا الاسم وراح سألكم علي ايضا انه منا الان عندي سؤال لماذا ترجمنا الجملة الاولى الى ان تأتي منا متأخرة دائما وفي الجملة الثانية ترجمناها الى قالت وهي تشكو ان منا متأخرة دائما هذا سؤالي لكم من من حضراتكم جاوبوني الجملة الثانية ترجمناها الى منا always coming late او منا او منا خلينا نقول منا دقيقة خلينا نسوي بيها مضارع بسيط العفو اللي هي الاصلها مضارع بسيط يعني منا comes late تأتي منا متأخرة دائما وفي الجملة الثانية منا always 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 is always coming coming هذا هو سؤالي الآن الجملة واضحة جدا منا is always coming late بينما بالجملة الثانية منا is coming late الآن السؤالي لماذا في الجملة الثانية استخدمنا وهي تشكو هذا هو سؤال يعني هي دائما في جملة الثانية منا is always coming late منا is always coming late منا is always coming late لماذا في الجملة الأولى استخدمنا عادية وجملة الثانية قلنا وهي تشكو لماذا ضفنا وهي تشكو دي كنت أنه جملة أول present continue عفوا present continue الثانية present continue طيب طيب صح هي الجملة الأولى مضارع بسيط والجملة الثانية مضارع مستمر ولكن سؤالي لماذا بالمضارع البسيط استخدمنا قلنا تأتي منها متأخرة دائما وبس غيرنا الزمن قلنا وقالت وهي تشكو أن منها متأخرة دائما وعليكم السلام ورحمة الله أحسنت هذا جواب صحيح الآن بالجملة الأولى مضارع بسيط ونحن نعرف المضارع البسيط هو حدث يتم بشكل اعتيادي معنى عاميا تأتي منها متأخرة دائما هذا هو المعنى الواضح الصريح التام بدون أي مشكلة بالجملة الثانية ليش قال لي منها is always coming late قال لي ترجمتها للعربي قالت وهي تشكو أن منها متأخرة دائما الفكرة وين الفكرة بكلمة always نحن لازم نعرف أنه كلمة always هي دائما مع المضارع البسيط ولكن تستخدم مع المضارع المستمر للدلالة عن الشكوة عن الشكوة شيء معين أو عن المضايقة للتعبير عن المضايقة أو فتشيء خلينا نقول خارج عن المعتاد منها is always coming late يعني منها دائما هي يعني تشكو تشكو يعني قالت هاي لبنية تشكي وكوحدة دات صورة تقول منها is always coming late يعني هي دات تشتكي من عدها حاليا معناها هاي ضايجة من عدها إذن ضفنا إلى أنه تشكو لأن لأن احنا لعدنا باللغة الإنجليزية أنه كلمة always من تجيني بزمن المضارع المستمر هي دلالتها على الشكوة وعلى المضايقة لذلك من ترجمناها للعربي لازم ننطي مكافئ لها وإحنا ما ننسي إحنا ما ننسي شباب بنات خليكم وياي أهم نقطة بالترجمة هي ترجمة الجملة لو نقل المعنى ما هو المهم عندي أهم فقرة عندي بالترجمة يا شباب يا بنات لا تنسون لازم أجيب المكافئ أنا بدي الإكويفلنت اللي أريده هو ما يكافئ اللغة الأخرى اللي أحتاجه هو المسج تعت الجملة شنو الأريده بالجملة هذه أنا من قلتها باللغة الإنجليزية معناها مونة قاعد تشتكي تقول عفوا معناها المديرة المديرة قاعد تشتكي على مونة بأنها دائما هي تجي متأخرة إذن من ضايقة من عدها زين إذن من يريده معناها بالإنجليزي أنا شلون أجيب معناها بالعربي راح أضيف عبارك وهي تشكو زين معقولة يصير أضيف من عندي كلام كيف أنا؟ نعم كيفك ويصير أضيف كلام ليش؟ على مودة تحقق المعنى على مودة تحقق الإكويفلنس إكويفلنس معناها تكافر على مودة تحقق الإكويفلنس لأنه إذا ما حققت الإكويفلنس راح المعنى إذا ما حققت الإكويفلنس راح يروح المعنى هذا هو السبب اللي خلانا أن ترجم كلمة always always بالأولى والثاني إلى هو هي تشكو وهي تشكو شباب بنات أكو أحد عنده سؤال هنا شو ما مفهوم طيب ننتقل الآن إلى فقرة أخرى الآن نأتي على هذا المثال أنا صراحة أحب أشرح من خلال المثال لأن المثال شوية يخليك تستوعب المال يقول The Prime Minister of Britain The Prime Minister of Britain Lefted The Prime Minister of Britain Lefted for the United States to attend the conference غادر رئيس الوزراء البريطاني للولايات المتحدة لحضور مؤتمر للحضور المؤتمر طيب الآن عندي بها كلمات هذه الجملة هذه الكلمة هذه الجملة بها نقص شين يعني نقص اللي بها الآن أنا الآن هذا نص جايني هذا النص جايني من جريدة جريدة بريطانية أو الصحيفة بريطانية هذه الصحيفة قاعد تحكي تقول يا بأي ترى الرئيس هو وزرائنا ترى غادر رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنا كمستمع عربي عراقي أنا أعرف شين المقصود برئيس الوزراء من هو رئيس الوزراء أصلا أنا أعرفه أنا ما معرف أصلا أنا جوز ما أعرف أنا رجالي جوز ما أعرف أقرأ وكتب فهنا لما أترجم يا شباب لازم أضيف من عندي فتشي فأترجمها إلى العربي غادر رئيس الوزراء بريطانية توني بليار طبعا بذاك الوقت توني بليار إلى الولايات المتحدة لحضور المتمح يعني أنا راح أضيف من عندي راح أضيف من عندي ومرات أحذف مرات أحذف حسنا راح نأخذ أمثلة أخرى يعني معقولة يصير أضيف من عندي كلمات نعم يصير زين ليش على مدى وضح للمقابل لأن أحنا لننسى أهم شيء بالترجمة عندي أنا هو المسج الميننج الميننج الرسالة بالجملة مالتي مثال آخر يقول أضراب في مطار كامبرا الغاء العديد من الرحلات الداخلية الآن هاي الجملة هاي ترجمتها أنت كترجمتك ترجمة عادية هل المعنى واضح هادي جواب من عدكم هل المعنى واضح قد يكون إلك المعنى واضح الآن للمستمع بشكل عام للمستمع العربي لأنك انت كونك مترجم راح ترجم جملة ما هي مين موجودة هي الكامبرا وين موجودة شباب وين موجودة الكامبرا من يعرف كامبرا وين موجودة شوف الكل ساكت إذن المعنى مو واضح بايب شون راح أترجمها راح أحذف هاي الترجمة هاي الترجمة ليست صحيحة هاي الترجمة ليست راح أحذف هاي الترجمة وراح أجيب الترجمة الجديدة يقول إغراب في مطار كامبرا وهي عاصمة استرالي الغاء العديد من الرحلات الداخلية طيب هاي عاصمة استرالي هي موجودة بالنص الأصلي باللغة الإنجليزية جاوبوني شباب موجودة هذي هاي عاصمة استرالي موجودة طيب يصير أضيفة يصير أضيفة من عندي آني هذا سؤالي يصير أضيفة من عندي لماذا لماذا يصير ليش شن سبب حتى أحقق الإكويفلنس حتى أحقق المسج لأن هذا نص موجود عربي نص موجود عربي فالنص إنجليزي عفوا ممكن للإسترالي يكون بسيط بس للعربي أو لشخص غير لغة ما راح يعرف شن يعني كان ميندل أصلا كامبرا وان صايرة يعني مضب فأنا لازم عاضفة استرالي عاصمة استرالي لأن ما ننسى أنه أهم شي عندي بالترجمة شن هو المسج نأخذ مثال بالعكس راح نأخذ مثال من العربي يقول انتبه لي زين يقول يصادف يوم الاثنين أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك لهنا ويا أنتوا هاي هي الترجمة يصادف يوم الاثنين أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك إجا شخص بسيط ترجمها قال موندي بدأ بالفاعل لأننا لازم نبدأ بالفاعل دائما موندي هو أول يوم شهر رمضان المبارك حتى شهر ما ذكر كلمة 8 ما شكر ما الآن هاي الترجمة لربما واحد من عندكم يقول هاي ترجمة صحيح ولكن هاي ترجمة ليست صحيحة ليش مصحيحة لأنه لأنه ممكن شخص ما يعرف منه رمضان هاي ترجمة هاي ترجمة هاي ترجمة رمضان لذلك راح أترجم هذه الجملة الى كالتالي راح أقول موندي is the first day of lust رمضان which is a month وهو شهر of fasting وهو شهر الصيام in Muslim countries في البلدان المسلم هاي أنا ضفتها من عندك طيب ليش ضفتها حتى أوضح حتى أوضح لي الكاتب الآن حتى لو أجينا كلمة يصادف لغينوها لغينها يصادف يوم الاثنين أول يوم من أيام أول يوم من أيام كلمة اليوم أول يوم من أيام كلتها حذفناها بدون تكرار الشهر ما استخدمت شهر موندي is the first day الاثنين الاثنين هو أول يوم لشهر رمضان الآن يقول ممكن يجيب كلمة يصادف يجيب معناها يصادف أو يلتقي meet يقابل موندي will meet الاثنين will meet the first day from رمضان من ما راح يقول لك of من from from the days of رمضان يعني نشوف كم كلمة كررناها الآن لازم ما ننسى اللي همنا من الترجمة شنهو المسج الميننج لذلك فكلمات تظل عيد بهن ما يحتاج مباشرة من الترجمة من الترجمة رمضان يعني صره نعم هذا هي الترجمة ونضيف لها عبارة أنه ما هو رمضان which is a month of fasting مسلم in countries نجعل جملة أخرى نجعل جملة أخرى يقول كتب طاه حسين كتابا مثيرا للجدل عن الشعر في العصر الجاهل الآن هذا النص هذا جملة موجودة عندي باللغة العربية وأريد أن ترجمها إلى اللغة الإنجليزية ممكن شخص يقول طاه حسين wrote شنه يعني مثيرا شباب بالإنجليزي ش راح تستخدموا لها مثلا واحد يقول انترستنج انترستنج بوك about the poetry شنه راح نترجم عصر الجاهلية راح يروح على كلمة الجاهلية يجيب معناه بالله أريد أسمع ترجمتكم الأخوة شنه ترجموني هذه الجملة كتب طاه حسين كتابا مثيرا للجدل عن الشعر في العصر الجاهل لا أحد يجيب ليها من جوجل التوكبر من هذا الموضوع يقول طاه حسين the well known Egyptian thinker طاه حسين اللي هو شوف من عندي من هو طاه حسين عرفه the well known المشهور أو المعروف الكاتب طبعا والناقد مفكر thinker وكريتك اللي هو الناقد طيب هذا الحكي ما موجود بالنص العربي منين جبته؟ منين جبته؟ أنا جبته ليش؟ حتى أو فهم من هو طاه حسين واحد ممكن ما يعرف من طاه حسين عبالة طاه حسين أصلا رئيس وزراء ما يدرب من طاه حسين كتاب مثير لجدل على الشعر العربي ان الجاهلية بس كاتب الان جاهلية بعدين عرفها قال من هي الجاهلية جرخض جواها وعرفها وقال الفترة التي أو العصر اللي كان قبل الإسلام العصر اللي كان قبل الإسلام طيب ليش ترجمها هاي شي حتى يوضح المقارئ القارئ ما يعرف من طه حسين ما يعرف شنو عصر الجاهلية الجاهلية ان جاهلية ما يعرف� يعني طبعا الجاهلية ما ترجم ترجم لكلمة الجاهلة ألا الجهل يعني عدم العلم لا ما ترامج هاي مورهمة الجاهلية ما ل exploited ترجمة بالانجليزي ما لها ترجمة كجاهلية طبعا ممكن تجيفه شي ممكن تكتب عصر شيكسبير إذا كان هو بنفس الوقت فعلا يعني أو ممكن تكتب قبل العصر entsteكسبير ولكن نترجمها إلى الجاهلية ونعرف منية جاهلية نقول هذا هو أساس الترجم أن أنت تجيب الكلمة ترجمها مباشرة لا هذا ليس صحيح الآن عند جملة أخرى هذه الجملة بمعناها وقد بقيت المعاهدة حرفا ميتا ديد لتر يعني حرف ميت ولكن العربي العام الشخص بالشارع العادي إذا تقول له بقيت المعاهدة حرفا على حرفا ميتا هل راح يفهم الجملة؟ جواب لا لذلك راح أترجم هذه الجملة ولم يتم تطبيق المعاهدة منذ ذلك الوقت ليش ترجمتها بهذه الطريقة؟ لأنه أنا أريد المسيج هو لمن قاله ديد لتر يعني بقيت حرفا ميتا يعني حبر على ورق يعني ما طبقه والمعاهد ترجمتها للعربي ولم يتم تطبيق المعاهدة منذ ذلك الوقت طيب ليش؟ ما هو ما كاتب لي ديد لتر أصلا ما هو ما كاتب ليه؟ لعن لماذا نضفناها؟ ضفناها حتى نحقق الميلينج حتى نحقق الإكوفلنس حتى أفهم القارئ نأخذ مثال آخر يقول مجد سيحرك مجد السماء والأرض سيحرك مجد السماء والأرض لكي يحصل على هذه الوظيفة؟ نحن نقول في العراق سيقلب الدنيا ليس ما نقول؟ سيقلب الدنيا ولكن هذا نحن كعراقيين الآن أنت عندك شخص معنا شخص معراقي الآن معنا معنا شخص مصريين حاضرين معنا معنا من الأردن معنا من السعودية ما هي المحاضر؟ هسا حاضرين الآن إقلب الدنيا شنون دنيا شتقلب من عدد الآن المعنى مواضح طيب أريد ترجمة بالعربي شون راح أترجمة؟ شون راح أقول؟ من ينطين اقتراح؟ مجد سيحرك مجد سيحرك مجد السماء والأرض لكي يحصل على هذا العمل شون اللي راح أقول؟ من ينطين اقتراح على ترجمة هذه الجملة؟ سيبذل مجد قصارى جهده ليحصل على هذه الوظيفة سيبذل مجد قصارى جهده لكي يحصل على هذه الوظيفة ليش ترجمناها بهذه الطريقة أخوان؟ شون السبب؟ شون هو اللي يخلانا ان ترجم هذه الجملة إلى ماكو أصلا ماكو سيبذل مجد قصارى جهده ماكو قصارى جهده ليش ضفناها؟ يصير هيتش أناب؟ نعم يصير بالترجمة يصير هيتش أهم شيء بالترجمة تنقل المعنى أهم شيء تنقل المعنى للغة المكافئة للغة الأخرى لأجت على جملة مالتي باللغة الإنجليزية ماذا يريد أن يقول الأجنبي؟ هذا الإنجليز ماذا يريد أن يقول المجد سيقوم بما يستطيع أن يحصل هذه الوظيفة لذلك ترجمتها سيبذل مجد القصارى جهده ليحصل على هذه الوظيفة سامي ترند أدف اير تو هز ماذا ده تو هز ماذا ده سامي أنطى أمه الأذن الطرشة ماذا نقول إحنا؟ أنطى أمه الأذن الطرشة يعني شن معناها؟ يعني معناها لم يهتم سامي لنصيحة والدته الآن أكون عندي يهتم؟ لا ما عندي عندي ترن ترن اللي معناها يستدير يعني سامي استدار إذنه خلى إذنه حول إذنه إلى صماء إلى نصيحة والدته هذه هي ترجمة الحرفية ولكن الترجمة الحقيقية لهذه الجملة لم يهتم سامي لنصيحة والدته طيب منين جيبنا لم يهتمنا سامي؟ لأن أنا نقلت المعنى ما نقلت الترجمة الحرفية يا أخوان بالترجمة ما يستطيع تنقل الترجمة الحرفية تريد المعنى نريد المسج خلقت الجملة بالإنجليزي سامي تاري شيري تقول هذا الإنجليزي شيري تقول شباب جاوبون إنتوا هسا شيري تقول شيري تقول بله جتة عامية شيري تقول ها شيري تقول هو بهاي الجملة يعني لمن يقول سامي تاريند أداف يركز ماذا شنال اللي يريد يحكي شنال اللي يريد يعبر عنه ها نعم فضلوا اثن إذا هو ولمن الإرادي يقوله نعم عسنتم الإرادي يقوله إنه سامي ما استمع إلى نصيحة ولد ترجمناه إلى لم يهتم سامي للنصيحة ولد جملة أخرى طيب الآن عدنا أيضا ملاحظة أخرى أسلوب العطف طبعاً اللغات الأجنبية تميل إلى وضع حرف العاطف قبل آخر حرف معطف يعني مثلاً يقول ريم لايكس ريم تحبوا الريدنغ القراءة بوتري سومنغ شوف دائماً بالتكرار باللغة الإنجليزية يحطون فارزة ملاحظين هذا الشي يحط فارزة يخلي الفارزة وبعدين آخر شي يحط الانت هذا الشي إخوان باللغة العربية ما يصير فإذا قلت هنا تحبوا ريم الشعر القراءة والشعر والسباحة والسفر يعني هحط أما باللغة الإنجليزية فما يكسير يقول فإذا تريد ترجم جملة بها تعداد أنت دائماً من تريد ترجم للعربي تسأل إذا عندك جملة بها تعداد بالعربية وتريد ترجمها على اللغة الإنجليزية ما يصير ظل تعيد بالاند مجرد تحط فارزة فارزة وعلى آخر وحدة تخلي آم على آخر وحدة تخلي آم طيب طبعاً أكو طلاب سألوني على هاي الملزمة طبعاً إخوان هاي الملزمة يعني عددها بحدود هي أربع أجزاء أو خمس أجزاء يعني هذا جزء من عدها فصل واحد من عدها هو كتاب كامل لتعليم الترجمة طبعاً هذا هو يعني هذا هي المحاضرة اللي أنا سويتها لكم اليوم هي محاضرة مجانية هي عبارة عن كورس كامل إحنا مقدمينه سعر الكورس مئة ألف عراقي اللي يحب يشترك بالدورة ويكمل ويانا ويحصل على هاي الملزمة يقدر يتواصل ويايه حتى أضيفه على هاي المجموعة المحاضرة كانت